اشتركوا في القناة 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 وحط يوم من ايام الاسبوع منكو حط sun day sun day لو يوم الحد يوم سهل sun اولك انها شمس وday sun day طي عندي number 5 عندي blue ازرق red احمر جوس عصير عندي green اخضر عندي دي الوان دي فيه هنا عندي الوان وفيه كلمة غريبة داخلت عليهم كلمة غريبة جوس يا دي اللي اعمل عليها سيركل وحطه لون من الوان احطه يلو احطه black خلاص اللون السهل اكتبه طيب عندي السؤال number 4 عندي fill in the gaps using words in the books هحط الكلمات اللي في البوكس اللي موجودة قدامي دي احطها في الفراغات طيب الكلمات اللي موجودة في البوكس دي لازم نسبة كبيرة جدا لازم ابقى عرفها ايت اكلة كوكت طبخة بوت اشترى ديش ديش اللي هو ايه طبق ديش عندي fish سمك طيب نقرى مع بعض ونشوف الكلمة المناسبة اللي هنختارها bully my mother هزا فش والدتي عندها سمك father likes fish والدي بيحب الفش السمك mother boots بتضع ايه بقى boots the fish بتحط الفش on a dish تحط السمك فين on a dish في الطبق the dish اللي هو الطبق the dish is full of crabs crabs اللي هو ايه اللي هو الكابورية she هي she cooked she cooked lunch طبخة الغداء for father لوالدي father وعندي يقول father boot اشترى father boot bread اشترى خبز he he ate هو اكلة he ate fish and crabs كل سمك وايه وكابورية mother brought حضرت جابت ايه اسبون معلقة اللي احنا كنا نختارها هنا سبون to have rice جابت معلقة عشان الرز fish was السمك fish was mother's favorite يعني السمك ده الحاجة المفضلة عندي ايه والدتي طيب عندي السؤال number five read the passage and answer the question هنقرى الباسج وعليها الاسئلة ان شاء الله نحن الله نرى مع بعض ولي سارا عندي اسراء where classmates classmates يعني زمايل في الفصل زمايل classmates يعني اصدقاء زمايل في الفصل عندي grandmother grandmother اللي هي جدتهم was old was old يعني كانت كبيرة او في السن was old سارا and اسراء swept كنسه the floor كنسه الارضية took out the rubbish وخرجوا الزبالة القنامة برا took out the rubbish made the bed ورتبوا السرير hung up clothes وعلقوا الملابس وغسلوا الغسيل لمين لجدتهم grandmother wanted to sit wanted يعني اراض wanted to sit the table for lunch جدتهم كانت عايزة تجهز الترابيزة sit the table for lunch but but ولكن but ولكن but بتدي جملة عكس جملة ولكن but sara and isra did that for her ولكن sara واسراء عملت الحاجة ديت ايه لجدتهم grandmother was happy جدتهم كانت سعيدة جدا وزهابي طبعا كل حاجة عملت she هي جدتهم she kissed sara and isra قبلت sara واسراء they kissed grandmother وهم قبلوها ماشي خلاص طيب نقرب اول سؤال بيقول fill in the blanks boxes was true or false هنقض true or false عالجملة هنشوفها كده بقى تابع القطعة اللي هي تمشي مع القطعة نعملها true true يعني صح وfalse يعني غلط عندي sara and isra where people يعني كانوا تلاميذ sara واسراء دول تلاميذ او كانوا طلبة يبقى true ولا false طبعا true طيب number two عندي grandmother sit the table for lunch grandmother جدتهم الجدة sit the table هي اللي جهزت الترابيزة for lunch للغدا لا طبعا يبقى دي هتبقى false يبقى number two هتبقى false طيب عندي number three grand mother was happy الجدة كانت سعيدة طبعا نابقى grand mother was happy يبقى دي هتبقى ايه true الكطعة الكطعة عليها خمس اسئل الكطعة عليها خمس اسئل ثلاث اسئلة اللي هي true or false وعندي سؤالين اتنين w-h-quitch السؤال فيه سؤالين اتنين تاني لسه همت بقول what did sarah and isra take out يعني sarah واسراء خرجوا ايه اقول بقى ممكن اقول sarah and isra وتيك ده هتبقى took out za rabish او ممكن اقول اجاوب على طول اجابة اقول za rabish اللي هي لإيه الكمامة السؤال number five why لماذا why did grand mother kiss sarah and isra لماذا why ليه بقى grand mother ليه جده قبلت sarah واسراء why بجاوب because اجاوب بايه بسبب زي انه هم helped hair عشان هم ساعدوها because they helped hair عشان ساعدوها طيب السؤال اللي بعد كده رئة رينجي يعني هنرتب هنرتب طبعا هو بدقلي بالكلمة اللي هي تحتها خط دي اللي هبدأ به قال لي مونة مونة ده فاعل بقى عايز فعل مونة listen to stories تاني مونة listen استمعت listen بتستمع مونة listens to stories بتستمع الى الايه القصص نمبر 2 هي 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 ده الفاعل عايز فاعل she cooks بتطهو بقى هي بتطهو our breakfast our breakfast الفطار بتاعنا نمبر 3 did did بيجو وراه فاعل did you هل انت هل انت did you say هل انت قلت turn right تاني هل انت قلت say يعني يقول did you say turn right turn right هل انت قلت ان احنا مثلا ندخل يمين رايت هنا جاي معناه ايه يمين نمبر 4 did they هنا هبدأ بwhat اللي تحتاجها تقول what what did what did they do what did ودد بيجو وراه الفاعل they والفاعل الاساسي do what did they do عندي السؤال نمبر 7 look and write a paragraph of 5 sentence هكتب خمس جمل ع الصورة اللي موجودة قدامي اقول اسهل جمل واكتبها عشان ما اتلخفينش فيه عندي اول جملة I can see انا شايف I can see a man انا شايف رجل man يعنو رجل there is a taxi there is a taxi you got taxi there is a taxi the taxi the taxi is yellow the taxi is yellow كده ثلاث جمل سهلين خالص the man is going to take a taxi الرجل هياخد الايه التاكسي the man is going to take a taxi خلاص he goes to work by taxi يعني هو بيروح الشغل بتاقو بالايه بالتاكسي he goes to work by taxi طيب عندي اخر سؤال اللي هو سؤال التراكيم اي حرف اول الجملة لازم اعمل حرف الاولاني capital لازم اعمله ايه عندي I اللي هي انا هنا I اعملها capital I حتى I دي لو جات في نص الجملة في اخر الجملة I بعملها capital I انا I مت هبة اسم شخص اسم حد من الاشخاص لازم اعمل حرف الاولاني capital يبعمل H A capital I مت هبة going to come on monday اي يوم من اهم الاسبوع من الحرف الاولاني capital M اعملها capital بعد كده is هنا معناها هل is هنا معناها ايه هل is لو جات في اول الجملة معناها هل زي دو زي دد زي داز يبقى is هنا معناها هل يبقى دا سؤال يبقى من هنا ايه question mark والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته